أستاذ نبيه أفندم اتفضل يا أستاذ نبيه مساء الخير يا سيدة الفضيلة الشيخ مساء النور والبركات والفتح الله يخليك ويبارك فيك السؤالي بسيط ما مصير الشبكة في حالة الخلع مصير الشبكة في حالة الخلع صح صح كده طيب صح يا فندم طيب أنتوا اتفقتوا على ايه ما اتفقناش ما اتفقناش على حاجة أنا بتكلم على الشرع ما أنا بقولك ما لا لا ما اللي بسألوا لك ده بسألوا للشرع طب أنتوا الشبكة دي هي أخدت الشبكة كلها هي أها هي جديداتي تزوجت سنة واثنين وطلبت الخلع والشبكة معها ففي الحالة دي هل تردها كجلة ولا لا حاضر أكلم أكلم حضرتك كيف أنت بصوا جماعة الخلع الخلع آآ عندنا هو أن تفتك المرأة نفسها بمال يعني تشتري طلاقها بمال يعني تدفع مقابل أن هي تطلق وذي كي يسموها كده تفتك نفسها فإيه اللي حاصل فتفتك نفسها الأمر اللي صار عليه القانون المصري أن هي ترد إيه ترد الصداق وبما أن احنا جعلنا أن الشبكة جزء من المهر والصداق فيتردها إذا كان ده جزء من المهر والصداق إذا كان هم اتفقوا على أن الشبكة جزء من الصداق وجزء من المهر فيتردله الشبكة إذا كان هم اتفقوا لأنه ممكن تخلعوا على أي شيء تاني تخلعوا على أنه تردله بس مؤخر الصداق فالشبكة إذا هم اتفقوا على أنه يختلعوا وتردلوا الشبكة كمان ماشي إذا كانت الشبكة هي المهر بس فهي هتردلوا الشبكة باعتبار أن الشبكة هي الصداق اللي هي هتدفعه عشان تخرج به من الخلع خلي بالكم إحنا نتكلم عن الخلع مش نتكلم على الطلاق على الإبراء الخلع ده لازم هي بتدفع شيء عشان تصل إلى الطلاق منها أنها تتنازل عن صداقها اللي هو مؤخر الصداق أو أنها تتنازل عن الشبكة أو ترد الشبكة إذا كانوا اتفقوا هو ما دفعش الصداق وما عملش مؤخر الصداق بس الشبكة كانت هي الصداق فتردلوا الشبكة باعتبارها ترد الصداق ده بهذه الدقة لازم يكون الأمر بهذه الدقة